كما استهدفت مقاتلات العدوان قيادة محور محافظة صعدة بثلاث غارات وشنت غارتين على قهرة النص في منطقة الطلح وقصف العدوان بغارتين منطقة الساري في مديرية سحار ودمر شبكتين اتصالات في مديريتين سحار ومجز الى ذلك شن طيران العدوان بغارتين على محطة للغاز المنزلي ما ادى الى اشتعال النيران فيها هذا وكان اربعة بينهم امرأة حامل سقط شهداء بثلاث غارات شنها العدوان